كاساس لعبة بطموح الحصول على النقاط الثلاث على حساب المستوى توافق الرأي له مثل ذكرى آخر؟ لا وما تغير شيء كل مباراة عدنا بعض التغييرات 4 على 5 لاعبين تكلم كابتن ثار وقال لك نحن النتيجة غطت على الكثير ممكن لو النتيجة تكون تعادلة ونتيجة سلبية ممكن اليوم الردات الفعل تكون مختلفة كثرة تغيير اللاعبين ما تنطنتاج جيد ما تنط مباراة جيدة حتى يمنحسين بدأ يهبط مستوى لأن اللاعبين ما منسجمين ما يكون مجموعة مثلا 14-15 لاعب ينسجمون نحن سابقا نشوف بالبطولات اللي يدربونا كابتن أنور يمكن على 14 لاعب لو 15 نكمل البطولة فاللاعبين دائما نشوفنا منسجمين حركاتنا نعرفها طبيعة اللاعبين الأداة لاعب قريب على لاعب كل شيء مفهوم عندنا يعني تدريب مدربين فالنتيجة أنا شوفها جيدة الفريق العماني فريق متواضع جدا وإحنا الحمد لله ترى مجموعتنا مجموعة ضعيفة جدا أنت اليوم متشاهد منتخب أندونوسيا والسعودية والصين واليابان وأستراليا والبحرين حاليا يعني فرق هاي بمجموعة وحدة المجموعة الأقرى إيران وأسباكستان وكثير من الفرق وقطر والإمارات أيضا مجموعة فالحمد لله نقول إحنا مشت الأمور بهاي الطريقة لكن يحتاج لنا للمستقبل مو فقط حتى ذا صعادة الكاسي العالم أستاذ محمد يحتاج لنا عادة نظر جذرية بالفريق فالألف وزي نسينا أنه إحنا يعني خلنا اليوم نفرح شوي لا فرحانين إحنا بالعكس